ما زال مشروع مجاري قضاء سامراء الكبير متوقفاً على الرغم من تهدم عشرات المنازل بسبب غزارة الأمطار وعدم تصريف المياه التي خلفتها السيول في العام الماضي مشروع مجاري سامراء يعاني من تلكؤ كبير وأيضاً عشوائية بالعمل لاحظ أنه أيضاً مشاكل مرافقة خلال سير العمل منها كسر بعض بوار المياه قطاع المياه عن أغلب أحياء مدينة سامراء الأكثر من مرة جراء أخطاء العمل لاحظ أنه وضع المدينة أصبح كارثي مواطنو سامراء عبروا عن مخاوفهم من غرق المدينة بسبب الأمطار وصيول المتوقعة مع حلول فصل الشتاء متهمين الحكومة ومسؤولية المحافظة بالفساد في ملف هذا المشروع المتوقفي منذ قرابة السنتين يعني هصلهم سنة ماكوا أي نتيجة يعني بحيث أنت يروح سامراء كل هفتار ما راح تلقى شارع منجز وكامل مثل الريد يعني إحنا على بواب مطر وهذا المدارس الطلاب ما قد روحوا لمدارسهم يحفرون هنا بالدرابين تقاكيها كلها محفرة الشوارع وماكوا أي نتيجة وما يشتغلون باستمرار حتى نقول راح ينجزون شيء يعني أنا في رأيي أنه هاي موضوع يعني هالفساد بعينه يعني هاي معرف الفساد كله هو هذا نحن نطالب منه التغير هالشركة ويتغير كل هذا نتأمل يعني هالشي وما أعتقد راح يسترشيه هو راح نظل إحنا بس نحشي ونسولف وحرام ما كل شيء وأما الرد الحكومي كان باردا وغير مقنعا كما بدى ذلك من خلال قائم مقامية سامراء العمل كان بهذا المشروع منذ فترة تجاوزت السنة ونص لكن يسير بخطأ يعني ليست كما نبغي نحن كوحدة إدارية بسبب الظروف التي اتمرت بالفترة الماضية منها جائحة كورونا وكذلك فترة الانتخابات وزيارات المتكررة لمدينة سامراء وبين هذا وذاك يبقى المواطن في مدينة سامراء هو المتضرر الوحيد من مشروع المجاري مشروع تحول من حل إلى مشكلة بسبب استشراء الفساد في الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003